الإرهاب والتطرف دايماً بيقتل أي موهبة الإرهاب عمره ما بيسمح بالإبداع بالمناسبة فيه دول كتير عانت من الإرهاب برضو لسنوات أفغانستان كانت بتعاني إن الإرهاب لسنين طويلة جداً بالمناسبة الفكر المتطرف لما بيدخل أي دولة بيدمرها وبيدمر إبداعها وبيدمر فنها وبيدمر تاريخها وبيدمر موهبتها أفغانستان كانت الموسيقى فيها ممنوعة تماماً وكانت السيدات وما يعني خلينا نقول وما زال جزء كبير جداً من الدول الحمد للهنا ربنا عفانا ونجانا لكن عايزة أقول لكم إنه لما تظهر سيدة هي اللي بتقوم بالعصف وتعلم الموسيقى وده بالمناسبة اللي بتدى يتغير في أفغانستان في السرين الأخيرة بعد ما راجعت يعني تراجعت قوة تنظيم طالبان الإرهابي اللي كان بيعاقب أي حد بيعزف موسيقى كانوا بيكسروا كل الآلات الموسيقية اللي يلاقوها تغييد ده سمح لمعلمة الموسيقى الأفغانية فضيلة زومير إنها تقرر تعلم الموسيقى على الآلات أو الرباب اسمها الرباب الآلة واللي كان العصف عليها للرجال فقط يعني كان محرم حتى كمان لما سمحوا بالمزيكة إن الستات تشتغل على الآلة دي أو تعزف عليها ده اللي خل فضيلة تمسك الآلة دي وتكون هي الموسيقية الوحيدة المعروفة اللي بتدرس آلة اسمها الرباب واللي بقى عندها خمسين طالب دلوقتي بتعلمهم العصف وبالمناسبة اللي بتعلمهم أغلبهم من الرجال في تحدي للمجتمع الدكوري الأفغاني والتحدي ده نجحت فيه وكمان بدأت تفكر إنه بفيه في أفغانستان معهد لتعليم الموسيقى للشباب دعا نشوفوا تقرير ده موسيقى رباب ساز مردانه بوده ومشه هم مردان نواختن و من خواستم که نواوری بکنم یک کار خاص باشه که تا اقنون کسه نکرده باشه باز من رباب آغاز کردم و موسيقى 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 سوفي رو براجوانات ادرس بکنم سوفي رو براجوانات ادرس بکنم معها السف cabe لنا ن browse لا نرس بکنم ها لأنيم اس ان системان اشتركوا في القناة